في ذات السياق أشرت السيدة ريم العلوي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والرقابة بصندوق العمل تمكين أشارت من خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة إلى أن جميع برامج تمكين خاضعة لأنظمة ومعايير رقابية بهدف ضمان حماية المال العام وحفظ حقوق المستفدين من الدعم إضافة إلى التحقق من حالات الانسحاب من برامج دعم التوظيف واستحداث آلية مع وزارة العمل لإخطار تمكين في حالات الفصل الغير قانوني وتحويلها إلى الجهات المعنية جميع برامج تمكين محكمة وخاضعة لأنظمة ومعايير رقابية من أجل دعم وحفظ المال العام وحقوق المستفدين ونحن نقوم بتحديث هذه الأنظمة والمعايير الرقابية من وقت لآخر بهدف ضمان حماية المال العام فنحرص على اتباع لائحة تنظيمية للمخالفات وهذه اللائحات تتضمن قائمة بالمخالفات والجزاءات المترتبة عليها وأيضا قمنا بتطوير عملية الرقابة من خلال استحداث خطة لضبط المخالفات المتعلقة بالتوظيف ومن ضمن التطوير زيدنا عدد الزيارات الرقابية للمؤسسات المستفيدة من برامجنا الموجهة لدعم التوظيف وتطور الوظيفي بمعدل ستة أضعاف عن السابق ونتحقق في حالات الانسحاب من برامج دعم التوظيف سواء خلال أو بعد انتهاء فترة الدعم للتحقق عن عدم وجود أي مخالفات استحدثنا آلية مع وزارة العمل لاختار تمكين في حالات الفصل غير قانوني وتحويل أي اشتباهات متعلقة بالفصل من قبل الصندوق للجهات المعنية وأيضا قمنا بإطلاق خط ساخن لتشجيع كل المتضررين على الأبلاغ عن أي مخالفات أو شبهات